طب نيجي نسأل بقى، لما التعاون حلو كده، إيه معوقات التعاون؟ لما نيجي نتكلم عن معوقات التعاون، وإيه الأشياء اللي بتعوقنا عن إن إحنا نكون متعاونين؟ عن أي أول معوق بيعوقنا للتعاون؟ تعالوا نفتكر كده؟ إحنا بريجادة تكلمنا عن سبع سمات الإنسان المعاصر، هي من أهم الحاجات اللي بتمنع التعاون نتكلمنا عن زيادة الفردانية، وزيادة الميزاجية، وزيادة التشكك، وزيادة الإحباط، وزيادة المظلومية وكمان زيادة ماذا، وكمان زيادة الحساسية، وزيادة العشوائية لكن إحنا نتكلم عن حاجة مولفة من هذه السبع، زي إيه؟ التمحور حول الزات، الواحد بيعيش حياته وهو زاته بس طيب، والتمحور حول الزات يورينا لإيه؟ لتطخيم الآن فتطخيم الآن تمنعنا من التعاون أو واحد يكون سعي إلى الكمال، فلما يسعى إلى الكمال بيبقى دايماً مسهل يتعاون مع الآخرين اللي هو شايف نفسه دايماً هو الصح وبيقيم الآخرين دايماً لكن لما نيجي بقى، طيب إذا كان الكمال، إذا كان التعاون دي المعوقات اللي عندنا وخاصة عندنا معوق رابع والفهم المخطئ للمنافسة لكن في الحقيقة التنافس اللي يجيب قولي تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون معناه أن كل واحد يعطي نفس من أنفاسي فيحصل إيه اللي حاصل؟ فيحصل مدد، ويحصل تشاره، ويحصل تعاون ترجمة نانسي قنقر